لماذا وضعوا هذه الإشارات لهذا البئر؟ هنا السؤال بدك تعرف ليش حطوا هذه الإشارات وبدك تعرف ليش وضعوا هذه الرموز الرموز الكثيرة الموجودة على هذه الصخرة الكبيرة وعلى هذا البئر اللي جلسوا أشهر لحتى نحتوه وعملوا من هون كمان باب لهذا البئر شيء عجيب وغريب شاهد الفيديو للنهاية واستمتع بالمشاهدة لأنه عن جد الفيديو يستحق المشاهدة طبعا إخوان لدينا هنا حضارة في المنطقة حضارة بيزنطية حضارة جميلة موقع رهيب طبعا محبين الحضارات القديمة وعاشقين الإشارات وعاشقين العصر القديم فقط هم اللي بيستمتعوا بمشاهدة هذا الفيديو لا تنسونا باللايك قبل ما نبلش بالشرح لايك ومشاركه ومتابعة لهذه الصفحة الجميلة الرائعة لحتى إحنا نستمر طبعا إخوان ننبلش نورديكم يوجد هنا لدينا بئر بيزنطي جميل منحوت العمق تقريبا 15 متر طبعا البيار البيزنطية إخوان عميقة جدا وأنصح بعدم الاغتراب لها لأنها عميقة جدا أقل بئر طوله 12 متر من الأبار البيزنطية طبعا الأبار الرومانية لا تتعدى العشرة متر لكن البيزنطية خطيرة جدا لأنهم كانوا يعملوا من البئر نفسه مدينة تحت الأرض كانوا يعملوا مدائن تحت الأرض فأنا لا أنصح بالاغتراب من مثل هذا البئر طيب ننبلش من هون إخوان هون لدينا هنا قاطع لهو مدخل لهذا البئر ومكانوا ينزلوا بدرج ينزلوا بدرج من هنا ومن ثم بدخلوا إلى هذا البئر تمام؟ ومن ثم بيصيروا ينظفوا البئر بيصيروا مثلا يعبوا مية عن طريق هذا المدخل أو أو كان يستخدم هذا المدخل هو مدخل تمويه لهذا البئر تمويه لهذا البئر كانوا يحطوا على هذا البئر شايفين أنتم محل الغطاء هاي محل الغطاء هذا هو محل الغطاء كانوا مغطينه فممكن أنه كانوا يستخدموا هذا بديل عن هذا ليش؟ لا سمل الماء طبعا هون وضعين إشارة يا إخوان وضعين إشارة رح نحكي لكم ليش كانوا وضعين هاي الإشارة وليش عملوا هاي الإشارة بآخر الفيديو في عندنا هون إشارة اللي هي الجرن على شكل بيضوي معه سيال وأيضا إشارة البئر الرئيسية اللي هو جرن عميق وتثبيت للبئر هذه إشارة تثبيت البئر اللي هي ضربة السيف اللي أسميها أنا ضربة السيف لأنها بتيجي زي الضربة وأيضا هنا يا إخوان يوجد أيضا جرن في هذه المنطقة لكن منوقف عند هذه الإشارة الإشارة اللي هي ضربة السيف لماذا كان يضعوا ضربة السيف أو اللي هي إشارة المستطيل إشارة المستطيل كان يضعوها يا إخوان هي تثبيت لوجود بئر ماء في المنطقة أو وجود هدف ما في المنطقة فهم لما كانوا يا إخوان لما كانوا بدهم يرحلوا من المكان ويردوا يرجعوا للنفس المكان مثلا البئر الماء بيكون مليان ماء بيكون مليان ماء فهم كانوا يروحوا على مناطق يرحلوا من منطقة إلى منطقة فهم كانوا يخافوا أنه حدا يستخدم هذا البئر ويخلصوا لهم الماء لأنه كان عندهم زمان ما عندهم كان مثلا مناطق زي هاي كلية تربة ما فيها أنهر ولا فيها بحار فهم كانوا ينحطوا من الصخور آبار ويخزنوا الماء فكانوا يعملوا شايفين محل الغطاء هاي الغطاء كان لها غطاء فهم كانوا يغطوا هذا البئر ومن ثم برحلوا إلى مناطق ثانية لحتى مثلا يوجد ربيع في منطقة ثانية يوجد أعشاب لحتى هم يطعموا الحلال عندهم يطعموا الحيوانات فهم كان عندهم خيول ومثلنا في وقتنا الحالي وكانوا رعاه يعني كان عندهم كل شيء فهي أخوان كانوا يضعوا غطاء لهذا البئر ويذهبوا لكن كانوا يضعوا إشارات ليش كانوا يضعوا الإشارات؟ أو الرموز هي عبارة عن مفتاح خزنة كيف أنت بكون عندك خزنة ما أحد يعرف رقم السري غير أنت كشخص أنت أنت اللي وضعت الرمز هم كانوا يحطوا هاي الرموز هم فقط الناس اللي يعرفوا على وجود هذا البئر فهاي كانت مغطاة تماما وحطين عليها طينة حكمة راح تشوفها هي نفس هذه الطينة السوداء أنت بتشوفها طبيعية لكن هي في الحقيقة طينة حكمة لكن يوجد تحتيها بئر فهم كانوا يعملوا تمويه ويعملوا عقائد عندهم هذه الإشارات عقيدة عندهم موجودة في كل مكان لكن هنا يوجد شيء غريب أنا استغربت في هذه المنطقة هذه أنا استغربت منها هل هي مدخل تمويه لحتى ما أحد يجي يستخدم الماء أم هي درج بنزلة تحت أنا ما كشفت عليها لكن أعتقد أنه هذا درج بنزلة البئر كانوا مثلا يعبوا المي بإيديهم ويطلعوا من هذا الدرج على ما أعتقد أو هو مدخل تمويه للبئر لكن مع تصويري للمناطق الثانية لقد رأيت أكثر من بئر لديه درج بالفعل نزلت أنا مرة في درج نزلت في درج داخل البئر لكن البئر كان من فوق على شكل بئر لكن بالداخل يوجد مدينة تحت الأرض فأنا يعني فكرت فيها وقلت معناته هما كانوا لما بدهم مثلا يتخبوا من حرب فكانوا يعملوا بئر لكن تحتيها يوجد بيوت لهم لحتى إذا إجا العدو على المنطقة إذا إجا العدو على المنطقة يشفكر إنه فيه بس هنا بئر يلا يعني إذا غزوا على المنطقة يلا يذهبوا من هنا لا يوجد هنا شيء ولا يوجد ناس لكن هما بيكونوا متخبيين في الداخل فهم كانوا يعملوا البئر للماء وللمسكن وللمدفن وللنوم حتى كمان شفت داخل الأبار يوجد مرابط فرس يوجد مرابط فرس حتى هما كانوا يدخلوا الفرس داخل البئر لكن كيف؟ عن طريق مدخل عن طريق مدخل تمويه هما لما كانوا يدخلوا من البئر مثلا يدخلوا من هذا البئر أو يدخلوا من هون تمام؟ كانوا يسكروه هاي ما تبين فهم الأعداء إذا يجوا على المنطقة هاي فكانوا يشوفوا بئر ويظلهم ماشيين من المنطقة لأنه كانوا زمان إخوان طريقة العيش عندهم اللي هو الغزو كيف الغزو؟ مثلا اليوم احنا بدنا نغزي على قبيلة فلان من فلان لديهم هناك جمال ولديهم حيوانات ولديهم مال ولديهم مثلا خضار وزيوت وخمر فهم كانوا يخوان رزقتهم مش زينها في الوقت الحاضر كل واحد بسعى بدوا لقمة الحلال هم كانوا يغزوا على مناطق وعلى قبائل دائما القبيلة القوية أو القبيلة الشرسة هي التي تفوز لكن أنا بحكي معكم يخوان في علم ودراسة في علم ودراسة ليس تأليفا أو شيء من رأسي هذا أخذنا علم ودراسة فيأخوان مش كل أي شيء بتشوفوا إشارات وما إشارات دلالة على وجود كنوز وكنوز لا يا أخواني يعني كل مش كل صخرة صار فيها عليها إشارة فيه كنز هذا بئر ماء من هنا ننهي هذا الفيديو وأتمنى أنه عجبتكم هذه المغامرة الجميلة الرائعة لا تنسونا باللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس أخوكم أبو شهم والسلام عليكم وإن شاء الله في فيديو ثاني نراكم ترجمة نانسي قنقر